ضربات جديدة بالمدفعية الثقيلة هذه المرة طالت أهداف موجودة في الداخل العراقي وهذه الأهداف متمثلة بحزب العمال الكردستاني بحسب إعلان رسمي قادم من وزارة الدفاع التركية التي أعلنت هذا الأمر بتغريدتين متتاليتين خلال 24 ساعة هذه التغريدة الأولى التي نشرت اليوم وكذلك هذه التغريدة الثانية التي نشرت كما تحدثنا خلال 24 ساعة فقط والحديث عن عدد من القتلى لحزب العمال الكردستاني من هذه الضربات وكذلك نشر صورا أو مقتطفات لهذه الضربات بالمدفعية التي جاءت بهذا الشكل كما تلاحظون بحسب وزارة الدفاع التركية هذه اللقطات التي ترونها بهذا الشكل لهذه الضربات التركية الواضحة وبالتالي بالذهاب مباشرة إلى الخارطة لكي نعرف هذه التفاصيل هناك أمرين ليست واضحة كيف تمت هذه العملية بالضبط والتفاصيل الخاصة لها ليست واضحة بكل تأكيد من هذه المدفعية وهذه الضربات خاصة أن الأمر والحديث هنا عن المدفعية أين كانت هل هي كانت من ضمن القواعد التركية الموجودة في الداخل العراقي أم في الداخل التركي قد يرجح أن تكون في الداخل التركي لكن هذا الأمر ليس واضحا أبدا وكذلك أي من المناطق التي اشتهدفت أيضا ليس واضحا ولكن الواضح بأن هذه الضربات هي طالة مناطق ومناطق تواجد حزب العمال الكردستاني وهي تأتي من ضمن عملية قفل المخلب والهدف الأساسي بالنسبة طبعا لتركيا هي إغلاق المنطقة الشمالية لمنع حزب العمال الكردستاني من عملية استغلال الأراضي العراقية في مهاجمة الأراضي التركية يكون مثل حائط صد أو كمنطقة آمنة وهو هذا الأمر الأصح الذي تهدف طبعا إليه تركيا بكل تأكيد وعلى هذا الأساس هذه الضربات وبحسب إعلان وزارة الدفاع التركية أكدت في الضربة الأولى بأنها أدت إلى مقتل عنصرين من حزب العمال الكردستاني وفي المنشور الذي نشر اليوم لوزارة الدفاع التركية أكدت مقتل سبعة بهذه الضربات المدفعية سبعة من حزب العمال الكردستاني نتحدث عن تسعة قتلة خلال 24 ساعة فقط وتيرة متسارعة في الإعلانات وفي الضربات التي تأتي طبعا ضد حزب العمال الكردستاني وكذلك الأسبوع الماضي كان هناك كلاما من عدد من المصادر الأمنية بأن هناك منظومات دفاعية قد دخلت إلى قاعدة زيريكان التي تتواجد فيها القوات التركية وهذه القاعدة دائما ما تقوم الفصائل المسلحة الموالية لإيران من مهاجمتها بين فترة وأخرى وأيضا هي تقوم بوتيرة متسارعة بمهاجمة هذه القاعدة تحديدا وما أكد هذه المعلومة وأكد بأن هذه المنظومة الدفاعية فعلا قد دخلت إلى هذه المنطقة أن الأربعاء الماضي كان هناك هجومة بالطائرات المسيرة من قبل الفصائل المسلحة الموالية لإيران بستة طائرات مسيرة جاءت في البداية بطائرة مسيرة واحدة مفخخة هاجمت هذه القاعدة وتمكنت المنظومة الدفاعية التركية من أسقاطها بكل النجاح وبعد ذلك جاءت خمس طائرات مسيرة مفخخة مباشرة إلى نفس هذه القاعدة وأيضا تمكنت هذه المنظومة الدفاعية والمنظومات الدفاعية الموجودة في قاعدة زيريكان بنجاح من إسقاط هذه الطائرات المسيرة والواضح بأن القوات التركية وتركية تهدف لإنجاح وإنهاء هذه المهمة الجارية في الداخل العراقي وذلك من أجل التركيز على العملية الأهم والأكبر العملية المرتقبة التي تأتي في الداخل السوري وهذه العملية سيكون جزءا منها هي مسألة الحدود بين العراقي وبين السوري لأن القوات التركية ستكون موجودة في هذه المنطقة إذا طبعا ما نجحت في هذه العملية لإغلاقها وتتواجد القوات التركية لمنع القوات حزب العمال الكردستاني من عمل هذا الكنكشن والاتصال إلى سنجار بهذا الشكل إلى الداخل السوري إلى داخل سنجار أو العكس تماما يغلقون هذا الطريق تماما وهذه العملية التي تأتي في الداخل السوري طبعا أعلن عنها الرئيس التركي رجل طيب أردوغان بهذا الشكل هذا الخط الأحمر الذي ترونه هي المنطقة الآمنة التي تهدف القوات التركية لخلقها في الداخل السوري على مسافة ثلاثين كيلو مترا وهذه طبعا العملية بالنسبة للقوات التركية هي عملية مهمة جدا للغاية فبالنسبة لتركيا هي أخذت عددا من الخطوات في الداخل السورية الآن التي توضح بأننا قد اقتربنا كثيرا من انطلاق هذه العملية الحربية العسكرية التركية الهائلة للغاية هناك قد نكون أمام صدامات كبيرة في هذه القضية بالبداية يجب أن نفهم بأن هذه الأراضي السورية باللون الأحمر هي مناطق سيطرة الحكومة السورية الفصائل المسلحة الموالية لإيران هناك تواجد لعدد من القواعد الروسية في هذه المنطقة الحمراء أما المنطقة الخضراء هي مناطق سيطرة الجيش السورية الحر أو كما يطلق عليه الفصائل المدعومة من قبل القوات التركية أو من تركيا وباللون الأصفر هذه المناطق هي طبعا مناطق سيطرة قوات سوريا ديمقراطية أو وحدات حماية الشعب الكردية وكذلك أيضا أن هذه المنطقة هي منطقة تواجد لعدد من القواعد للتحالف الدولي بالنسبة لتركيا أخذت عددا من التحركات التحرك الأول الآن هو يأتي في إدلب تحشيدات كبيرة تأتي في إدلب إذا ما توجهنا إلى إدلب واقتربنا من هذه المنطقة لنأخذ التفاصيل فتركيا بالنسبة إليها مؤخرا خلال الثمانية وأربعين ساعة الذي تم أن عشرين شاحنة دخلت إلى جنوب إدلب هذه هي إدلب إلى جنوبها في منطقة يطلق عليها المسطومة وهذه طبعا هي تعتبر عشرين شاحنة تحمل عبارة عن مناطق أو عندما يقولوا هي عبارة عن عمليات أو قضايا لوجستية أرسلتها القوات التركية في هذه المنطقة تحديدا وهي طبعا مهمة جدا بالنسبة للقوات التركية كذلك أنها حشدت في هذه المنطقة وهي كما يطلق عليها جبل الزاوية التي تأتي محاذية إلى معررة النعمان بهذا الاتجاه المنطقة المسيطرة طبعا وتحت سيطرة الحكومة السورية وذلك من أجل خلق ضغط كبير جدا على مناطق التواجد السوري بهذا الاتجاه وكذلك أن كانت هناك اشتباكات في هاتين النقطتين التي ترونها بدأها الجيش السوري الحردان على من بدأها فعلا ولكن هناك اشتباكات بدأت في هاتين النقطتين هذه هي منطقة آفس التي ترونها وهذه هي منطقة أخرى يطلق عليها كفر نوران هذه المنطقة كان هناك اشتباكات في الثمانية واربعين ساعة مع الجيش العربية السوري وبالتالي نحن أمامه واضح جدا سيكون هناك إشغال لهذه المنطقة سيشغلون ومحاولة إشغال القوات الخاصة بالحكومة السورية وكذلك الفصائل المسلحة الموالية لإيران من أجل تحقيق النقطة الأهم ألا وهي تل رفعت بالنسبة طبعا للقوات التركية ويجب أن نفهم أن النقاط الرئيسية بالنسبة إليها في هذه العملية هي ستكون تل رفعت وستكون منبج بحسب إعلان الرئيس التركي رجل طيب أردوغان وكذلك عين العرب مرشحة وكذلك عين عيسى خاصة وأنها تأتي من ضمن هذا الطريق الذي ترونه وهو طريق الأنفور تأتي من ضمنها عين عيسى وطبعا القامشلي بهذا الاتجاه هي من ضمن هذه المناطق وحتى تلتمر بهذا الاتجاه وبالنسبة للقوات التركية أيضا إحدى التحركات المهمة الأخرى التي تمت هي جاءت على مستوى هذه المنطقة التي طبعا سيطروا عليها في عام 2019 بهذا الاتجاه من خلال عملية مهمة جدا وهي عملية نبع السلام وطبعا كانت هناك قاعدة بهذا الاتجاه بهذه المنطقة إلى شمال عين عيسى تقريبا إلى الشرق هذا الطريق الطريق الأنفور الذي نتحدث عنه لاحظ المرصد السوري الحقوق الإنسان بأن هناك قاعدة من القواعد الخاصة لتركيا التي على ما يبدو بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان بأنهم لاحظوها لأول مرة مما يوضح أن هذه القاعدة أصبحت على التماس وستكون نقطة انطلاق على ذمة المرصد السوري لحقوق الإنسان بكل تأكيد أن تلك المنطقة التي يصورونها هي القاعدة التركية الواضح بأنها التي تم إنشاؤها جديدا من أجل القيام بهذه العمليات التي نتحدث عنها وعلى هذا الأساس ستكون هناك عدد من النقاط الضغطة طبعا بهذا الاتجاه تحشيدات إلى ترفعات وهذه القاعدة التي نتحدث عنها كذلك كان هناك أمر مثيرا بالنسبة إلى تركيا هي عمليات ضربات بالمدفعية جاءت على منطقة تلتمر منطقة قريبة من تلتمر هذه القرية أو الريف المهم جدا الموجود في سوريا وهذه جاءت على شبكة للكهرباء في تلك المنطقة التي نتحدث عنها وهذه المنطقة إذا ما ذهبنا إليها كانت هناك عدد من اللقطات وعدد من الصور القادمة من هذا الموقع وكذلك هناك ما تلاحظون من هذه الصورة الواضح بأنه مكتوب القصف المدفعية التركي استهدف شبكة الكهرباء هذه الصورة التي تلاحظونها القادمة طبعا من نورث بريس أيجنسي بهذا الشكل إذا ما أخذنا عدد من العلامات فقط لنعرف أين هذه هي الشبكة وما الذي تعنيه مثل هذه الضربات إذا ما أخذنا هذا المنزل الذي يأتي طبعا أو هذا المبنى الذي يأتي بهذا الشكل الأفقي طبعا بهذا الشكل وهذا مبنى ثاني ويأتي بهذا الشكل أيضا كذلك هناك مرتفع قليل أو مرتفع خفيف أو يعني ليس بالمرتفع الكبير يأتي خلف هذا المبنى هذه مساحة مفتوحة هذا مبنى على ما يعتبر كبير وكأنه قاعدة عسكرية بهذا الاتجاه وهنا مساحة مفتوحة بهذا الاتجاه الذي تلاحظونه دعونا نتوجه إلى القمر الصناعي فقط لنعرف هذه التفاصيل والأنباء التي أيضا جاءت قبل 48 ساعة بالتوجه إلى القمر الصناعي الآن فقط لنأخذ هذه العلامات بكل تأكيد والتوجه مباشرة إلى الحسكة لكي نأخذ هذه العلامات بالوقوف هنا طبعا وبالتوقف قليلا فسنلاحظ بأننا أمام الحسكة هذه الحسكة المنطقة التي ضربت تأتي بهذا الاتجاه بهذا الشكل على مسافة 40 كيلومترا تقريبا من الحسكة وكذلك هي ليست بالبعيدة من الحدود التركية بهذا الاتجاه واضح جدا دعونا نقترب من هذه المنطقة قليلا فقط لنتعرف عليها بهذا الشكل لنأخذ طبعا المنطقة التي تحدثنا عنها هذه هي تل تمر وهذه هي طبعا منطقة أخرى وقرية أخرى وهذه هي المنطقة التي تعرضت إلى الضربات التي طبعا كانت مهمة جدا وهذه المنطقة هي التي قصفت بالمدفعية التركية بحسب طبعا الاتهامات إذا ما اقتربنا من هذه المنطقة بالقمر الصناعي بأخذ هذه العلامات طبعا بكل تأكيد سنلاحظ بأننا أمام نفس العلامات هذا هو المبنى الذي تحدثنا عنه وهذا هو المبنى الذي جاء بهذا الاتجاه وهنا المرتفع الذي تحدثنا عنه مساحة فارغة وهذه هي المساحة التي تحدثنا عنها وهذه هي البوابة لهذا على ما يبدو المعسكر أو المكان أو الموقع الكبير بهذا الاتجاه وبالتالي هذه هي نقطة شبكة الكهرباء التي ضربت التي هي مرتبطة بتل تمر الآن ما الذي تعنيه هذه الضربة بكل تأكيد الضربة ليست عشوائية أبدا بل أن الضربة أدت إلى عملية إيقاف الكهرباء على تلتمر هذه هي منطقة تلتمر التي ترونها ولا زال في عملية إصلاح وفي صدد إصلاح هذا الأمر بكل تأكيد بحسب المسؤولين الموجودين في هذه المنطقة ولكن لها أهمية فهذه المنطقة بشكل مثير التي تحدثنا عنها تلتمر عملية الاستهداف التي جاءت هي تأتي من ضمن المنطقة التي تبحث عنها تركيا فمن الحدود التركية إلى تلتمر المسافة تأتي على مسافة طبعا 30 كيلو مترا و30 كيلو مترا كما تحدثنا هي المنطقة الآمنة والهدف الآمن والبفرزون التي تهدف تركيا إلى تحقيقها وبالتالي لنغلق الكهرباء لنضرب الكهرباء لنضرب الاتصالات هذا ما قد نراه في اللحظات الأولى أو الساعات الأولى من العمليات بكل تأكيد التي تأتي وقد تكون هذه الضربة تمهيدية بالنسبة للقوات التركية للتقدم إلى هذه المنطقة الصعبة للغاية كانت هناك صورا أيضا قادمة بالنسبة لتدريبات للجيش السوري الحر مع القوات التركية بهذا الشكل كما تلاحظون كانت هناك عددا من اللقطات التي نشرت أيضا في الثمانية وأربعين ساعة الماضية كما نتحدث هذه هي علامهم طبعا الخاصة بكل تأكيد كما تلاحظون وبالتالي هم في مرحلة مناورات واستعدادات كبيرة قد يعلن عن هذه العملية في أي لحظة من هذه اللحظات ولكن الأمور ليست بالسهل أبدا فهناك أيضا تحركات مقابلة تجاه هذه العملية من أجل التصدي لما هو قادم إلى تل رفعة وإلى عين عيسى وكذلك يريدون القيام بعملية مشاغلة في إدلب تحديدا وهذا الأمر يأتي من قبل الحكومة السورية والفصائل المسلحة الموالية لإيران فالحكومة السورية قد بدأت بعمليات بحسب التقارير بأنها بدأت بعمليات قصفا إلى شرق ريف إدلب وكذلك إلى جنوب ريف إدلب بالنسبة للقوات السورية وهذه المناطق هي تعتبر مناطق تواجد للنقاط التركية وللمعسمرات التركية في هذه المناطق وكذلك بأنها تقدمت ووصلت إلى عين عيسى ولاحظ أن هذه المناطق باللون الأصفر هي مناطق قسط قوات سوريا الديمقراطية وهنا الأمر المثير أن هناك تعاونا الآن من أجل التصدي لما هو قادم من قبل القوات التركية هناك التحشيدات في عين عيسى من أجل الردع هذه العملية أو مواجهة هذه العملية وكذلك ما هو مثير أن القوات السورية مع الفصائل المسلحة الموالية لإيران توجهوا مباشرة إلى منطقة تل رفعت وبدأوا بعمليات تحشيدية والتقارير تحدثت هنا عندما نقترب من تل رفعت فإن الحكومة السورية والفصائل المسلحة الموالية لإيران جاءوا وانتقلوا مؤخرا بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان من منطقة الزهراء ومن نبل مباشرة إلى تل رفعت وحشدوا تحشيدات كبيرة جدا في هذه المنطقة وهذه التحشيدات هي تأتي كموجة ثانية من التحشيدات الدفاعية طبعا من هذه العملية وذلك طبعا بكل تأكيد كما نتحدث أنها تأتي في مسافة وعلى مرحلة أقل من أسبوع خلال أقل من أسبوع نحن على مرحلتين من هذه التحشيدات والتحشيدات أيضا تأتي كبيرة على عدد من المناطق على عين عيسى وغيرها وهذا الأمر هو الذي أصبح ملاحظا من عدد من المقاطع التصائل المسلحة الموالية لإيران وتحديدا الجيش العربي السوري بدأوا يغيرون الأعلام هم وقوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب الكردية أخفضت وقامت باستبدال أعلامها مع الحكومة السورية في هذه المنطقة وكذلك لوحظت التحشيدات بشكل كبير من قبل الطائرات المسيرة التركية بكل تأكيد وهنا كما تلاحظون هذه اللقطات للعلم السوري وهو مرتفع بهذه المناطق بعد استبداله مع قوات سوريا الديمقراطية أو وحدات حماية الشعب الكردية بكل تأكيد وهذه المناطق التي يختبئ فيها والتي يتحصن فيها وتتحصن فيها وحدات حماية الشعب الكردية بهذا الشكل الجديد بحسب اللقطات التي جاءت طبعا من وكالة الأندول التي أكدت بأن هناك عملية تحصينات كبيرة تترقب هذه العملية التي نتحدث عنها بكل تأكيد وبالتالي الأمر فيه مواجهة كبيرة جدا في لحظة اندلاع وعند لحظة اندلاع هذه المعركة المهمة للغاية الأمر لا يقف هنا بل أن القوات الروسية أيضا وروسيا بحسب التقارير الأخيرة حشدت في القامشلي وهناك تقارير تتحدث أن هناك منظومات اندفاعية روسية دخلت إلى القامشلي التي تأتي كجزء من الهدف بالنسبة لها العملية التركية بكل تأكيد وكذلك هناك تحليقا في تل رفعة كان موجودا من قبل القوات الروسية وبالتالي نحن أمام عملية ليست بالسهل أبدا ولكن هناك إصرار تركي من أجل النجاح في هذه العملية المشكلة الحقيقية هي أن ليست تركيا مصطرة أن تواجه هذه الأطراف التي نتحدث عنها ولكن الولايات المتحدة الأمريكية لديها فيتو كبير على هذه العملية وهذا كان الأمر واضحا من قبل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الأسبوع الماضي الذي أكد بأن الولايات المتحدة الأمريكية ترفض هذا الأمر بل أن الأمر وصل إلى درجة أن القوات الكردية وحدات حماية الشعب الكردية وقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تتعاون مع الحكومة السورية وبحسب رويترز كما تلاحظون من الخامس من يونيو بدأت تتحدث بأن على الحكومة السورية أن تستخدم منظوماتها الدفاعية من أجل التصدي إلى الهجوم التركي القادم من أجل تحقيق هذه المنطقة بكل تأكيد وبالتالي نحن أمام فعلا تحدي كبير جدا يأتي في هذه المنطقة